استيقظوا من نومهم ليجدوا حوتاً نافقاً على سواحل جزيرتهم لكنهم لم يتخيلوا أن داخل هذا الحوت يوجد أكبر كنز يمكن أن يعثر عليه أحد ويقدر بملايين الدولارات ما الذي حدث وما الذي وجدوه داخل بطن هذا الحوت؟ وكيف وصل هذا الكنز إلى بطن الحوت؟ في جزيرة لابالما في جزر الكنار الإسبانية وجد حوت نافق جرفته الأمواج إلى هناك وبسبب الظروف القاسية الموجودة في المحيط والمد الشديد لم يستطع العلماء معرفة الأسباب التي أدت إلى نفوقه لكن هذا لم يكن أغرب شيء ممكن وإنما ما اكتشف داخل بطن الحوت هو الغريب حقاً لكن العلماء لاحظوا وجود انتفاخ غير طبيعي في معدته واشعروا أنه بالتأكيد هناك شيء خصوصاً في أمعائه وكانت المفاجأة عندما وجدوا جسماً صلباً كان ملتصقاً بالأمعاء بشكل غريب واكتشف أنه كان حجراً من العنبر ضخماً للغاية ويبلغ قطره حوالي 60 سنتيمتراً ووزنه حوالي 9 كيلو جرامات وكان هو سبب نفوق الحوت حين ابتلعه ولم يكن يعرف جهازه الهضمي كيف يمكن أن يتعامل مع هذا الجسم الصلب وما أدى إلى نفوقه يعتبر حجر العنبر واحداً من أغلى أنواع الأحجار الكريمة ويصل سعر الكتلة التي وجدت داخل جسم الحوت النافق إلى حوالي نصف مليون دولار فمن المعروف أن العنبر يباع بأسعار كبيرة للغاية كما أنه بمثابة الزهب بالنسبة لمصنعي العطور حيث تصنع منه العطور الفخمة والغالية من العنبر والتي تباع بأرقام خيالية يعتقد العلماء أن الحوت ابتلع كمية كبيرة من الحبار المعروف أن الحبار يتحول إلى عنبر تدريجياً داخل أمعاء الحوت وفي أوقات كثيرة تقوم الحيتان بطرد العنبر من أجسامها داخل المياه ومن أجل ذلك كثيراً ما يجد البعض العنبر عائماً في الطبقات العليا من المحيطات أو البحار لكن في حالة ذلك الحوت فلقد نمى العنبر داخل أمعائه وتسبب في نفوقه حيث تمزقت معيدته ولم تتحمل وأصبحت الحيتان في بعض المناطق مثل سباحل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والهند أصبحت مطاردة من قبل الصيادين من أجل العثور على العنبر في داخلها لذلك قامت هذه الدول بعمل اتفاقيات تحذر من استياد الحيتان بسبب العثور على العنبر حتى لا تتعرض للانقراض سوف يقوم الخبراء ببيع هذا العنبر الذي وجد في بطن هذا الحوت والتبرع بالأموال من أجل ضحايا السوران البركاني الذي حدث عام 2021 في سواحل جزر جزيرة لاباما وليست هذه هي المرة الأولى التي يعثر على العنبر داخل بطن حوت فدائما عند إيجاد الحيتان نافقة يتوجه الكثيرون إلى معرفة سبب النفوق لأن أحيانا تبتلع الحيتان الكثير من العنبر وحدث ذلك سابقا منذ عدة سنوات في أحد سواحل أستراليا اشتركوا في القناة